موسيقى بوم بي او ام بي بوم يعني طافة عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة بس كثرة القلق والهم خر الشباب البوم بوم 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 شباب البوم يا ضحكة والبس مادامة مرسومة على هالشفاه نرمي كل حاجة الضرانة وارظهور نوما ننساه شباب البوم داما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان بنا سباب البوم سألت عنا في المسجد وفي الحارة وحتى في دوامة واخدت أراء كل أفراد الوزارة ويقولون إنه كويس حتى هندي بقلتهم هندي بقلتهم يقول إنه يسجد الديون بالدفتر عن الناس اللي يعرفهم واللي ما يعرفهم يعني الرجال باختصار كاش وطيب وحنون كل هذا ما يهمني ها عجل ما شاء لي همت؟ لعني بوبليسيك هذا اللي يسمونا كامل لوصاب لوني بنتا خدتا الكلام يبقى كلام أنا همشي يكون عنده الرخصة ما يقول أنت أنا بعيني شايفة يسوق أكيد معه رخصة ما أقصد رخصة سواقة عجل وش رخصة؟ الرخصة هادي تاخذ من محة القفص الذهبي إذا اشتزتها يعني أنتوا مؤهل للزواج يعني لازم هالرخصة؟ والله هي اختيارية بس بالنسبة لي الزمية جبها أول بعد المدفع أقعد للرخصة أسمع أعطيك رقم ولد عمي صالح عنده أخت ما شاء الله ممتازة ما تتشرط تعرف تسوي جريش، قرصان، مرقوق، مطازيز، حنيني شفت الحالة ذا؟ ايه؟ هي كلام سويتها ما شاء الله يا رجال أتعب نفسك تدري هذي خامس مرة؟ خامس مرة؟ كلهم يبون القفز الذهبي كلهم يبون رخصة كفوا، وكذا تعلق بالسنارة ولو راح وجاب الرخصة ورجع معناته ميت عليك بيكون شريك حياتك بس يا اختي لو سحب علي عادي وإذا سحب عليك أعطي وضعية لو كان خيراً لبقى كيف يكتبون في تويتر صح؟ ايه صح، بس والله اختي ما يتفوت هاي بنت شفيه كذ قالي فعشان كذا احنا سوينا معهد القفز الذهبي اللي بيقدمهم تأديم وراح نعرف مين منهم المؤهل للزواج ومين اللي بيرتبط فيك كأنثة رقيقة كذا وحساسة ومين اللي جاي يلعب او اللي اهله غصبينه للزواج وبس وسمعوني انتوا اياها اللي بتوافق على عريس من غير ما تاخذ رخصة من معهد القفز الذهبي لا تجي بعدين تتبكبك وتصيح ودراما وضربني وعنفني احنا معنا علاقة كفاية نصب ومكر الرخصة قبل المهر كفاية نصب ومكر الرخصة قبل المهر كفاية نصب ومكر الرخصة قبل المهر ها سمعتوا باذنكم الموضوع طلعت جد بسيطة يا بويا اخطب واحدة ما تطلب الرخصة يا حبيبي هذا وجه اذا حتقبل فيك كلهم متفقات ويعلمون بعض علينا حتى لو لقيت واحدة ما تشرط عليك الرخصة تلقاها شين ومحد يبيها ويا الله يا الله احد تزوجها أساسا احنا مطفرين وموج زواج خلي الرخصة اللي مستعد للزواج يا السبك الرخصة تخليك مربوب عند الفتيات حتى لو انك طفران هي تصرف عليك اذا معك رخصة وش فيك تزوجها وعطاها جوها تصرف عليك عامل ممكن اسألك سؤال لح نعيش بفرق بين الفتيات والبنات يا السلام عليك يا كفتا اتحداك السؤال الوجيه صف قوله يا عيان ما في فرق نفس الشي السبك يا عيان تدلونا المعهد ما ليش تعبيني السمارة هنا؟ تعبيني السمارة هنا؟ تعبيني السمارة احبك احبك اكثر عيوني يخليلي عيونك اشتكتلي؟ ايه؟ خضر مفروض تقول شوق ما لحد اخ دايما تروح من بالي اش سوي لك طيب؟ ايه سلامات استرجل انتوا اياه اشتبي انت تغازل الشاي ما تقولوا شابي يا ابن الحلال شي قازلني قاعد يرجع المنهج ما يشوف الملخص معي؟ اوه يعني انت طالب بالمحد ايه يا ابن الحلال؟ غريبة هم يقولون الرخصة لللي توا ما تزوج انا توني ما تزوجت توني اكون نفسي ليتني لاحق قبل الرخصة وقبل الغفا اوف الشغلة فيهم ذاكره نين جاي من الكتاب دا ولا؟ ابي مثله يمنل على مشهور الغسائر فيه جوالي ستين الف محادثة واحنا من الكلام دا يا جماعة اسف على التأخير كنت تدور على مش لحبوية ما يحتاج تقول واضح انه باشتبوك كانسراردكنس ماهو؟ لا اقول ما شاء الله عليك سكبه وطلح حلو تعال صف بس افضل قولي ايش مشكلتك؟ يا بنت الحلال الحين انا ناجح في اختبار النظافة الرومانسية صح ولا لا؟ اوكي وراسل في الكارزما اعيد من اول ليش؟ هذه قوانين المعهد مو بعجبتك طيب اوكي اوكي انا بعيد الاختبار بس ادبع 500 ليش؟ لانك رسب طبعا لا حول ولا قوتها الا بالله افا يا رولا الحين جيرانكم وتخلونا نمسك سرا المفروض تعطونا لا سيلة ما عندنا واسطات هنا عامر اوفي حمد والله 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 شخ بارك والله الحمد لله شعندك هنا جاي قدم على رقصة اهه طلعت وتعرفون بعض سبحان الله الطيور على شكالها تقع هي والله نصادقة الطيور على شكالها تقع الزبدة هذا محمد جايخ طبختي وكرشناه اقصد هي كرشته قالت لا لازم تأخذ رقصة تصدق تسمعوني انتويا اهم شي في الزواج اهتمام بالنظافة والتفاصيل الدقيقة اهتمام بيش نظافة طبعا البنات اكثر شي همهم اهتمام بالريحة اهتمام بيش بالريحة هذه الغرفة اختبال للنظافة الشخصية تفضلوا بالدور وفعلكم التوفيق هذه الغرفة اللي تقييم النظافة الاول طبعا لو اطلعت اللمبة خضرة يعني وضعك تمام وبتسلك لكن لو اطلعت اللمبة حمرة يعني مروح وبالدعوة مرآن متنا ما وحظر شيء رحل 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 اشتركوا في القناة يا عيال انتبهوا ترى ما يمزح بخشب ما يمزح والله ما يمزح ااوه هوا ااوه يلا يا ابو يطلعني اسمامة لياه طيب طيب يا بوش ياش ترموش هنا ترموش بيتكم يا شيخ سريلك بعدين يريد تريد وتمشي بكتبار النظافة خد لك دوش شوكوش أنت تروح قبلي هيا هيا ماذا فيك أنا متوتر ما أنا متوتر أنا خايف من صوت البوكس أنا أصبب الطموري أخرف علينا عشو 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 وكمان عشو 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 هيا خليك ماذا تحتري طال عمرك؟ يلا فبا أووو ش disciplina يا أبي أوو يا أبي اه! شكرا يا قلبي على الوردة يعني وردة تعطيني وردة اقول اهجد مبنى اللي بختبرك لا تشد حيلك ما هذا الوش؟ نمسك بتجي مناهر بتعطيها الوردة عدنت وأسلوبك إذا خليتها تستحي تجتاز الاختبار يلا وريني شطارتك هذه الوردة أعطيها الوردة مثلك هذا أقل تعذير بس للحبنا حبيت برافو دوت هالوردة ما يعني دوت؟ اختلاف لهجات ونغير التست وش هو التست؟ لاحظة لاحظة حسنا حبيبي أنا حامل وش حاملة ولا؟ ما بو سنة بقنا مهنة إلان وحبوب هالحاملة تتلطين هذي وش زينن هاي 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 شفيك؟ غبي أنت؟ نا بس اتحمست شوية خيتي يحتاج أقول لك النتيجة ولا عرفت؟ لا شكل عرفتها صفر صاح؟ تبعون هالوردة هذي ولا أخذه؟ برا اللي بعده عموري أبي هدية أيوان عموري وروح عموري وليها الهدية وأنا هديتك حياتي لا ولا جد فيها عطر نازل بالسوق وخاطر فيه وليها العطر؟ وأنتي أنفاسك تخون حبيت والله يجي منك يا بطاقية يعني نجحت إيه للأسف نجحت هاي أمسك الوردة هاي أمسك الباب سلام عليك هات الوردة قال هاي قال اللي بعده لحظة لحظة مو أنت عدت الاختبار كم مرة؟ للحين ما أخذت الرخصة؟ يا شيخة أنا اللي وعيد مئة مرة أمشي أشوفك يا شيخة أنت اللي مية ناجح 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 حالياً ما بقى في التصفيات إلا أنت ومحمد وعامر وهذه آخر وأصعب مرحلة بتدخل المناهل بتسوينها زوجتك وبتختبر شخصيتك جاهز؟ هي جاهز شفيك خايف؟ لا أنا خايف دخليها يلا حبيبي ممكن جوالك شوي؟ ها؟ ليه معطيني يا كذا؟ افتح افتح الرمز ليش افتح؟ أساساً أساساً ليه في رمز؟ خصوصية بعدين تعالي قد قلت لك افتح رمت جوالك؟ الحين موضوعنا جوالي ولا جوالك؟ ممتها أصلاً؟ الزوجة تفتس جوال زوجها؟ أنا ما قلت بفتشة أنا قلت عطني جوالك أبي أستخدمها جوالي خرب وش تبين فيه؟ لا تخاف مني بفتحة سوارم اهه سوارم على أساس أنك قافطة الوضع يعني ما أدري عن سنابك الثاني البرايفت ها؟ وش قصدك؟ عارفة قصدي مرتبك مهزوز راسب بجدارة حبيبي أمانة تغييرها حفظه لأنه أنا مرة مشغولة ولازم أطلع الحين لاحظة لاحظة ما اتفقنا على كذا امسك بسرعة حرام بسرعة بصيح ماذا تفعل فيه؟ كل أغراضها بهذه الشنطة حفظات، بودرة، كل شيء ما حدحت هذا شيء امسكي، امسكي لا أبوكم، لا أبو رخصاتكم برضو راسب نحن لسه ما بديننا الاختبار أحبت تقول شيء؟ لا لا لا، بس تكفين الخلافات القديمة حقت الاستراحة اللي هو شاتو هذي اللي ندخلينها بنتيجة المحد أكيد طبعاً الشغل شيء والعلاقة الشخصية شيء ثاني كافوا والله يا مدير جيبت لي شاهي أفو عليك، لازم ندلك شك أسفا، أسفا، جاءك شيء؟ لا لا، عادي، عادي، ما في شيء أنت متأكد؟ أنت كويس؟ هي، بنت حلال، دائماً أصلاً ننكب علي بالبيت، لبن وشاهي، ما أقول شيء أنا برايبو عامر، هذا كان اختبارك وانت نجحت فيه ألف مبروك عليك الرخصة أنا؟ إيه يا جلنة؟ غريبة، معني دائماً ما أنجح له من الدور الثاني عادي، 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 ع مبروك مبروك يا حبيبي ألف مبروك الله يبارك فيس يا الغالية الله يوفقك وليدي ونلقا لك بنتها الحلال اللي تستاهلك وتستاهلها وش اللي نلقا لك بنت الحلال بنات الحلال هم اللي يدورونا الحين يا حظ هي لتني أكبر زي واخذ الرخصة وعرس شف يا عامر أم علي وأم خالد وأم حسين وأم محمد وخواتهم وجيرانهم كلهم يقولون نبي نزوج بنتنا لعامر عجل عطيني ملفاتهم أنا بدرس أوضاعهم وشوفوا ش اللي يناسبني وقل لي لهم بنرد لهم بعد سبوع إن شاء الله أو بعد شهر أوكي؟ والله يكتب لهم اللي فيه خير طب حامر بسألك ماشي محمد معك في المعهد؟ معليش أختي من معي؟ عامر بلا استهبال ما شفتها؟ إلا شفتها محمد كل ما دخل اختبار سقط ورجع من جديد يعني الحين رخصة المعهد الذهبي محمد ما خداها وخدتها أنت؟ أم حق رخصة والله سلام يا عيال مالا ها وراكم تكلموني كذا مستانس أنت رخصة هاي؟ أكيد مستانس شف العروض اللي جاتني مالذة وطاب بيضة سمرى طويلة قصيرة جامعية سيدة أعمال عاطلة موظفة كيرلي ستريت الله لا يحير مسلم حتى من كيرلي خطبوك فقو يعني كيرلي شاعر زي كذا فلافل على الحين بسألك يا عامر حنا يا العيال مشروطين من البنات رخصة وغثة وقروشة البنات من شرط عليهم رخصة؟ هي والله صح هذي شلون رحت علي تكفى يا عامر لا تتزوج وحدة منهم إلا شرط عليها رخصة يا عامر أشرط عليهم مثل ما شرط علينا وانت أطلع من الموضوع احنا بنسوي الاختبارات ونسوي كل شي وما لك اللي عروس مفصل عليك تفصيل تم أجي لهو الملفات سم تقولين إن اسم موظفة؟ ايوة طيب لو رجعت يا هاك هاليوم من دوامة سمت أخرة ولا أمدات الزينين غدا وعامر جوعان وش بتزينين؟ عادي أسوي أي شي حتى لو مكراني على السريع أهم شي عموري ما يدس جوعاني نسوي يا صيدة جونا خطأ المفروض أنك تجي بي لحبة على الفهم وانت جاية من الدوام هو ما تزوج عشان يأكل من برة عامر جوع وحار ما هو فاضي المكارونات أجل أسوي لنا واشا اي لو رجع ذاك اليوم عامر والهلال مهزوم وهو زعلان ايش تسوي ألبس لتايقل وأولى على البيت كلها شموع وأقول له أنسى الكورة وغثاها وخلك معايا غلط يا ثقيرة الدم ليش؟ أنا بغير لجو عامر ما يحب الرومانسيات والجو هذا بالعكس المفروض تستفيزي وتقول له هارد لك يا ابو طاقية جوس جو شابي نمت قاعد يمصفين له حقوقه الشباب التالين ما يحبون إلا البنات اللي تستفيزهم وتقشرهم مو أبكر شي سم أبشر لو عامر نايم الساعة ثلاث الليل ولدكم مرتفع حرارة الساكتن الأربعين وش بتسوين يا الترتر؟ ترتر؟ اسمع إلا عموري مستحيل بصحي بخلي ينام ويرتاح وولدنا بعطي خافض حرارة وكم مادات باردة ولما يصحى عموري بصلح للفطور الزين وبقهوي وبعدين نودي ولدنا المستشفى هبلة؟ ليش؟ تصحينه من النور؟ تقص من أله هي يا أمي هذه صحة ما فيها نعيب والله لو عرف إنه لنا التعبال وما قلت له يولئ في شارك يا ترتر لو عامر دق عليك قالك تجهزي شنطتي بمر أخذها بعد ساعة عندي رحلة وبسافر مع أخوياي إلى أوروبا وش بتسوين؟ بسيطة بجهز شنطتها وبجهز أغراضه كل اللي يحتاجها وقل له رح وسع صدرك مع أخوياك ورح نشتغلك كثير بس بقول له خلي مصروفي وجدد جوازي وأنا بسافر مع صحباتي زي ما أنت سافرت مع أخوياك مبسط والآن نعلن عن الفائزة برخصة الفتى الذهبي والتي ستتمكن من الزواج من خريج معهد القفص الذهبي الفائزة هي سوزان أتحداك الاسم البطل مبروك عموري هلا لا يبارك فيس هل حين هذي اللي فازت بالرخصة ايه؟ متأكدين؟ ايه؟ ايه؟ الجمال جمال الروح وأنا أخوك مو بالشكل يلا شد حيلك هذي أفضل واحدة جاوبة على سنة مصمم على شخصيك ومزاجك تصويم هاكيد مبرشبة مستحيل الجاوب صاحدي لا والله مكشى يا يار متأكدين هذي؟ ايه؟ تبيها يا كفتا؟ لا ها حتى كفتا ما يبيها ما في عادة؟ لا يلا يا عموري يلا